لكن ماك واحد اليوم يستطيع أن ينفي تدخل السفارات الخارجية السوال اليرانية الأمريكية البريطانية بالشأن العراقي لأن معظم الكتلة السياسية مع الأسف تنتظر إشارة أنا أذكر فيديوم اليوم كنا بمجلس النواب بعض الكتلة السياسية خاصة أنها السرع الأول والبقية أنا قد فد مرن مرات بأحد الشي ما قلت البقية تقبيطة ريم مهم السائق والجابي اللي من الفلوس فهذا يلتفت هذا واحد يغمز بعيني واحد يشي الحاجبة واحد يشيلي دور ربع وراء لقدت لمأخوانات عادلة سيارة واحد وثني وثناثة واربعة وخمسة مو أوتوماتي eens né de omene احنا عدنا رأي وعدنا جمهور صحيح انتمين الكتل بس مو عبيد مستعبدين احنا أحرار بالآراء ثاني شي أنا أمزجت اللي أمثلهم مو أمزجت اللي أنت اللي تمثلهم اللي بنفس الكتلة وياي إذا أنت رضيت نفسك أن تكون عبيد مستعبد رقم لا شيء رضيت نفسك تستلم راتب وتسكيت رضيت نفسك أن لا تدخل فيه معركة الكلام الاعتراض هاي مشكلتك مو مشكلتي إحنا أجينا هنا لعضوية مجلس النواب ما جلسة ماسرة ما أجينا نطبق آليات بدون مندري إحنا عدنا آرانة مختلفة جمهوري يختلف عن جمهورك أنت في نفس الكتلويات